السلام عليكم معكم واسنيني في فيديو جديد من سلسلة البلوكتشين والعملات الرقمية فالفيديو سنذهب على مشروع الذي كنا ادرنا عليه فلاشين اسميه PP Unchained هذا المشروع هو ميمكوين سنعرفكم على الديتايل من اخر مرة كنا ادرنا عليه الدابة بقى على الديتايل سنذهب في الفيديو من اللي سنذهب للدستكتوب ولكن من هذا الشيء نريد أن هذا الفيديو ماشي نصحي سيسماري نهائيا وانما فقط مراجعة على الويب سايت الخاص بمشروع PP Unchained وانت الواحد اللي ستكون مسؤولة على اي ام في سيس مودرتية بخصوص بروجيه PP Unchained اول حاجة متسجدل معك واحد جيم وكومونتال هكا باش يطلع الفيديو بزاف دين الناس وده بندزول الدستكتوب باش نحضروا على الديتايل الخاصة بمشروع PP Unchained هذي الانترفاس ديال مشروع PP Unchained ديجا كنا ادرنا عليه كيفما قلت لكم الحاجة اللي تبدلات من اخر مرة ادرنا عليه قريبان ديشي شهرين بحركة الدابة هو ان تمال العملة ارتفع واحد شوية دون كان واحد بي بوك يساوي صفر 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 تمانية وقعي لاش يحاجب حركة دابة اه قريب انه يوصل للعشرة دونك اه ولا اه تقدروا تشريو هاد العملة عن طريق الاتريوم عن طريق جديد تاي عن طريق الكارت بونكر ديالك بيمكنك انك اه تشري حتى عن طريق الفيزا كارت اللي عندك ولكن تكون اكتر الوالد ديالك اما والد كونكت بيست والد متا ماسك ولا كون بايز والد على حسب الوالد انتا اللي كنخدم بها في حالتي انا مثلا كنخدم بالميتا ماسك نقلق على ميتا ماسك وهتكون اكتر لي الوالد ديالي مع مع البروجيه ودك ستعا نقدر مشاريع عملة ديالهم اللي اسميتها بي بوه دور كاركتر ديالهم ديجا كنت اكتر لكم في الفيديو اللي مقبل كيفما قلت لكم مرة مشروع ميم كوين ستكون ميكس كيفما اعرفين هي الفلوس ديال مفرقة يعطي مفرقة عشرين في الميةcan تلاتين في المائة ماركتين عشرين في المائة عشر في المائة عشر في المائة تمويد عشر في المائة اما بالنسبة فقد قد قلها عشر في المائة. وعدين نزود مهمة لأي رابط ديالها في صندوق الوصف ايمكن لكم انكم تكريكوا عليه باش تلاشتها لديل الويت بيبر. فصراحة انا جتني اه ويت بيبر المقادة مزيان اتلقوا فهنا نتخد اكسون تلقوا فهنا لديتايل اللي عندهم مع علاقة بها اه اي معلومة احتاجتوها كل شيء غتلقى في ويت بيبر ذو كنصحكم انكم تشاهدوا تشكيوها وهذه هي الخريطة ديال مشروع ففي المحال اللي وناني يعدهم اه ستب نمبر تول المحال الثانية اما بالنسبة للمرحلة تليتا هنا يا فاش غالي يكون الاعلان عليه بالنسبة للاباوت هنا يا غادي تلقى واحد تعريف بسيط على شن هو هاد مشروع بي بي غالي يشروح عليك شنو ولكن الا هاد الميم كوين شنو كاراكتر دياله شنو هو اه شنو كيمتل الى اخير ايه هتلقا واه هنا يا وندزم مباشرة هاد الاسئلة اللي كتكون قدرت تحب بارك لو بايش تعمل في هاد البروجيت هتلقى الاجوبة ديالها هنا يعني متلا تكريكي بحالة كده مثلا عندك التساؤل اتكريكي بحالة كده هتلقى الجاوب دياله هنا يا بغيش يتعرف اه الجاوب ديالش سؤال من هاد الاسئلة ما هتوطين هنا يا اتكريكي عليه بحالة وتلقى الجاوب دياله كذلك ما ننساش نذكر بلي ان عندهم اكس اكاونت ديالهم ردت ديالهم مقارنة مع اخر مرة هدرنا عليه اه تقريبا كانت شي ربعالاف وليش عاجب حالة كده ولا تدبط تلتاشل الف وتمنمية دوك دخلوا الاكس اكاونت ديالهم ولا تويتر باش تشوفوا قاعدة تويت اللي كي يحطوه وتعرفو الجديد على هاد البروجيت كذلك عندهم تلقرام تشانل تاييت زادت الكوميونوتي ديالهم تقريبا كانت عندهم شي الفين ديالك اللي باقي انعقل دبوا ولا تسكتر من سبعة الاف دخلوا تشكيوا تشانل ديالهم وفولوويو اكس اكاونت ديالهم باش تشعرفو قائل جديد اللي عنده علاقة مصرورة بي بي انتشيند هاتشالي كان في هذا الفيديو ما تنساش خلي معاك واحد جام و كومنتار قولي يا رأي ديالك بخصوص هذا المشروع واش كان شي بوتونسيال بامكان انه سعر يرتافع ونحقو منه ارباحي اللي بشينا انفستينا فيه ولا لا خليوا لي يا رأي ديالكم في الكمنتار بخصوص لبروجيت اللي بغيشون ينضر عليهم في الفيديوهات الجايين وما تنساش شباطع شوه هذا الفيديو مع اي واحد مهتم بالبلوكتين وعملت الرقمية رأي ديقدر يهمو هات بروجيت وبغيش انفستي فيه ونطلقوا في فيديو الجاي تالاو